في يوم من الأيام قالت الأم النملة لأبنائها هيا إلى الداخل يا أبنائي فإن المطر شديد في الخارج والهواء شديد البرودة فصاح أحد الأولاد النكدة النكدة أكلت أخرى احذروا يا أبنائي حتى لا يجرفكم الماء وتشبسوا في الجدران بكوة وقالت الأم يا إلهي لقد جرف الماء كل ما لدينا من الحبوب ولم يبقى لنا أي شيء قالت النملة الصغيرة إنني جاءت يا أمي أين الطعام وقالت أختها أيضا جاء أريد طعاما فقالت الأم سأخرج وأبحث لكم عن طعام يا إلهي لا يمكنني العصور على أي طعام في هذا الجو سأعود إلى الجحر ثانية وعندما يهدأ المطر سوف أخرج من جديد من البحث إن شاء الله ورجعت الأم وسألها أحد صغارها هل أحضرت الطعام يا أمي؟ أين الطعام يا أمي؟ قالت الأم في نفسها أولادي جائعون وليس لدينا أي طعام ماذا أفعل يا ربي؟ ماذا أفعل؟ آها فكرة طيبة سأذهب إلى جارتنا فربما أجد لديها بعض الطعام الأولادي ثلاث السماء تمطر أرجو أن لا أتسبب في مضايقتهم بحضوري في هذا الوقت ولكن ماذا أفعل؟ والصغار ليس لديهم أي طعام وتركت الباب على جارتها وكانت تكلم صغارها وتقول لهم هذه الحبوب سوف تكفينا لعدة أيام حتى توقف المطر وتشرك الشمس فتحت لها الجارة وسألتها هل أجد لديك بعض الحبوب يا جارتي العزيزة؟ أولادي يبكون من الجوع وليس لدينا أي طعام ردت عليها آها أنت تعلمين يا عزيزتي أن الشتاء والمطر منعنا من الخروج للبحث عن الحبوب والطعام وقد نفز ما لدينا من الحبوب حزنت الأم النملة وقالت ماذا أفعل الآن؟ يا رب ساعدني يا رب وعندما رجعت فرح صغارها أمي جات أمي جات ولكن أين الطعام يا أمي؟ عزرا يا أبنائي فإنني لن أتمكن من أحضار أي طعام أنا جائعة جدا يا أمي وأنا أيضا يا أمي جائعة صبرا يا أبنائي صبرا قليلا يتوقف المطر وتشرك الشمس وسأبحث لكم عن الطعام الحمد لله الحمد لله الحمد لله انقطع المطر وأشكت الشمس من جديد الحمد لله هذه الحبوب سوف تكفينا لعدة أيام حتى نخزن المزيد من الحبوب بعد أن يتحسن الجو هيا يا أبنائي لنحمل هذه الحبوب إلى البيت هيا قال أحد الصغار لم أعد أقوى على السيد فقالت لهم لقد أوشكنا على الانتهاء يا أبنائي وبعدما أكل الصغار قالت لهم هيا يا أبنائي إلى النوم فقد تعبتم كثيرا أما الجارة البخيلة فقال لها أحد صغارها إني جاءت يا أمي ردت عليها لم تعد أي حبوب يا صغيرتي سأذهب إلى جارة النملة الطيبة لأطلب منها بعض الطعام فقالت لها يا جارة العزيزة أولادي يبكون من الجوع وليس لدينا أي حبوب ردت النملة الكريمة الطيبة لا تحملي هما يا صديقتي سأتقاسم ما لدينا من الطعام بيننا وبينك وسأحمل أنا وأبنائي الحبوب إلى صغارك حالا وصعقت النملة البخيلة من فعل الجارة الطيبة وقالت لها في خجل شديد أشكركم أشكركم جميع فقد تعلمت منكم درسا في القرم لن أنساه أبدا وتوتا توتا وخلصة الحدود